والنقاش معنا الآن مباشرة من واشنطن راحب بمساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق سيد ديفيد شينكر أهلا بك معنا في المشهد إذن لماذا الموقف الأمريكي لا يبدو واضحا إلى الآن أو غامضا بعد الشيء بشأن اتهام إيران بيضلوع بشكل مباشر في الحرب الدائرة بين حماس وإسرائيل مساء الخير لكم ولجميع المشاهدي يبدو واضحا من أي شخص يعرف ويراقب العلاقة بين حماس وإيران قد رأينا لقاءات في تهران وتقارير عن هذه اللقاءات في الواصل جورنل فيما تخص الإقاءات في بيروت بين حماس وحزب الله ونعرف عن التدريب والتمويل ولكن لا نعرف ليس هنا أي إشارة عن أي تخطيط لهذه العملية بالذات وبالإضافة إلى تفاصيل مختلفة نعرف أنه إلا كانت من المستحيل إقامة هذه العملية من دون الشراكة مع إيران مع وجود كل هذه المعدات والأسلحة إذن قد يكون واضح إن كانت إيران لديها يد في هذه العملية وبالتالي نفترض أن الولايات المتحدة توصلت إلى أدلة واضحة تورت إيران بيضلوع في هذه الحرب بشكل مباشر بالتالي كيف يمكن أن تتصرف واشنطن بالتالي؟ يجب أن أقول في البداية أن إدارة بايدن قد سعت لخفض التصعيد مع إيران ولكن لأنها لم تفرض إذن العقوبات على إيران سمحت لهم ببيع بتبادل الوقود ونعرف أنهم حصلوا من قبل قطر من خلال قطر على الأموال وذلك لتأمين إطلاق صراح المدنيين أو الأمريكيين إذن الإدارة الأمريكية لا تريد أن تخوض حرب مع إيران الآن ولكن قد يصعب ذلك الانتقال والموضي قدما مع الحكومة ومع الجمهورية الإسلامية إذن المشكلة يبدو أن إيران وحماس متعلق ببعض بالتالي عندما نتابع هذا الدعم الأمريكي لإسرائيل ما هي الصورة التي ربما تراها الولايات المتحدة مناسبة صورة التي يمكن أن تنتهي بها هذه الحرب لا أعتقد أن هناك نهاية قريبة ما الذي حصل في 7 أكتوبر كانت حادثة غير مسبوكة نتكلم عن الحصار الكامل على غزة كما نعرف حماس سيطرت على غزة في عام 2007 وقد حكموا بكل قصاوة وقتلوا أعدائهم وهم مصممون على قتل الإسرائيليين وكل دورة عربية التي كانت مصر قد قاموا بالقضاء على كل جزء من هذه الفرقة الإرهابية إذن إسرائيل لم تسمح وجود حماس مع هذه القدرات على حدودها نحن ننظر على حملة تحاول أن تلطق قدرات هذه المنظمة وقد يأخذ ذلك بعض الوقت إن استطعت حماس أن تنجو بشكل مختلف يكون لديها نفوذ أقل وسترى أقل لا نعرف ماذا سيحصل وأنا لست متأكد إن الإسرائيليون كانوا من اليسار واليمين إن كانوا يهتمون بذلك 12 ألف إسرائيليون ومعظمهم مدنيون تعرضوا للقتل في نهار واحد وهذا يساوي 30 ألف شخص توفي في الولايات المتحدة في حادي السادب إلى من إذن هذا ما سيحصل بطلع عندما نتحدث هنا عن ربما السيناريوهات المرتقبة ومنها تحول هذه الحرب إلى حرب إقليمية شاملة متعددة الجبهات وهنا خاصة وأننا ربما نتابع تصريحات رسمية من مسؤولين إيرانيين بأنه قد تتدخل أو ربما قد ترد إيران وتكون ضالعة في هذه الحرب يعني هنا كيف يمكن أن يكون موقف الولايات المتحدة من هذه الحرب الإقليمية قال الرئيس بايدن منذ يومين أن حاملة الطائرات التي هي موجودة الآن في الشرق الأوسط مع أيضا الأسلح الإضافية هدفها ردع إيران من تدخل المباشر وقد بدنا استفزازات من حزب الله وهي وكيل آخر لإيران في لبنان ترسل المسيارات قد تطلق إذن الصواريخ والقنابل إلى إسرائيل وقد سمعنا عنهم قد يتدخلوا أيضا أو تدخلوا قد يتوسع ذلك الأمر مع مرور الوقت ولكن إسرائيل لا تستسلم عما ما سيكون كما أعتقد معاملية طويلة في غزة وقد تطول الأمور وقد تدافع السلع عن نفسها مع دعم الرياض المتحدة وأوروبا وأعتقد أنهم يرون ذلك أمر أو مشكلة ساتيجية وتكتيكية إن عاملة وتدخل حزب الله قد يزيد المشاكل على حزب الله ولبنان مثل عام 2006 قد تتعرض للضماء إذن هذه ليست دولة تستسع إيران أن تبنيها مثل ما قامت في السابق نعم أيضا الولايات المتحدة يمكن أن نعتبرها معنية بالحرب الدائرة طلب أن هناك رهائن حاليا في غزة هم من جنسيات أمريكية وحتى في هذا الموضوع الموقف الأمريكي يبدو إلى الآن غير واضح ما السيناريوهات التي يمكن أن تذهب إليها الولايات المتحدة في شأن تحرير أو إنقاذ أسراها إذن إسرائيل لديها قدرة جيدة في هذا المجال في الماضي لم تطلب إسرائيل مساعدة وتدخل عسكري أمريكي في أي حرب تبتخر إسرائيل بقدرتها وقدرة الجيش الإسرائيلي لدفاع عن نفسه إسرائيل لديها الفخر بقدرتها للدفاع عن نفسه ولا تحتاج للولايات المتحدة لتقوم بذلك ولكن قد وضحت في الولايات المتحدة أن مساعدة لدعم إسرائيل وتقديم المساعدات العسكرية والسلاح وكل ما يتطلب الأمر ولكن تدخلت إيران قد نرى تدخل الولايات المتحدة أيضا ربما في تعليق على آخر المستجدات التي ترد حاليا في هذه الأثناء يعني عن الوكالة الرسمية ووكالة الأخبار الرسمية اللبنانية هناك ممثلون عن حماس والجهاد يستقبلون حاليا وزير خارجية إيران في مطار بيروت يعني كيف تقرأ هذا التطور يعني وكيف يمكن أن تكون واشنطن تراقبه عن بعدها أعتقد أن وزير الخارجية حاول الذهاب لإسرائيل ولكن قصف الإسرائيليون إذا مدرجوا لم تستطع طائرة أن تحط إذا هذا التطور كبير هذا ما تفعله إيران مع وكلائها هذا ليس أمر جديد وبالنسبة للأشخاص الذين يشكون بتدخل إيران هذا فقط يؤكده وبالتالي أن ربما أصبحت الأدلة أكثر فأكثر يوما بعد يوم يعني هل يمكن أن تتخذ الولايات المتحدة ربما خطوة قد تكون مفاجئة؟ سنرى ماذا يحصل أعتقد أن إدارة بايدن قد برزت دعم كبير لإسرائيل لا تريد توسع أو خلاف أقليمي ولن تبحث إلى توسيع هذا النزاع لا أتركب أو أتوقع أي عمل مباشر من جهة الولايات المتحدة بأي بلد في الشرق الأوسط إلا أن كان هناك استفزاز أو تدخل من قبل إيران ولكن أعتقد أن إلى هذا الحين هناك 6 مليار دولار في قطر هي معلقة لإرسالها لإيران وستبقى معلقة حتى أن يكون هناك مراجعة عن هذه المعلومات التي أدت إلى الهجوم إلى أي مدى ما زال مهما بالنسبة للولايات المتحدة أن تكون على اتصال وتنسيق مع الدول العربية في المنطقة دائما في إطار التهدئة في إطار الحرب الدائرة إذن الوزير بلينكين سيسافر وهناك تواصل مع المغاربة ومحاولات المناقشة وهناك أيضا مناقشات في السعودية ولكن كما لا ننسى أن القضية الفلسطينية هي قضية طويرة وهناك قلق وهناك من مظاهرات في الدول المجاورة وما رأيناه هو يشبه التصرفات التي رأيناها من داعش في العراق مع قتل المدنيين الأبرياء والاختصاب وأعتقد أنه سيكون هناك دعم مستمر من الولايات المتحدة لهذه العملية الإسرائيلية ولكن في مقابل ذلك هي المعركة على كل بين فصائل فلسطينية مسلحة ومع إسرائيل ولكن ضحية هذا الصراع حتى من الجانب الفلسطيني كما نتابع الضحايا بالمئات من المدنيين من سكان قطاع غزة لماذا لا نرى ربما دعما واضحا أو موقفا واضحا من الولايات المتحدة على أن هؤلاء الفلسطينيون أيضا هم من ضحايا هذا الصراع أعتقد أننا سنرى ذلك في الأيام المقبلة بالطبع الولايات المتحدة تحدثت عن حاجة التزام إسرائيل بقواعد الحرب وهذا أيضا يضم مبدأ الرد إذن يجب أن تنتبه إسرائيل عندما تقول هذه العمليات أن تحترم التناسب وأن تخفضن الخسائر البشرية في هذه العمليات وهذا ما ستحبب بلات المتحدة أن تحافظ عليه ولكن يجب أن تذكر أن حماس لديها مكاتبها في مستشفيات غزة ومركزها لديها في المساجد قد بنات الأنفاق تحت المدارس وهي تقوم بتعريض الأشخاص المدنيين للخطر ولكن بالتالي ما نشاهده ربما في منطقة الأهداف الإسرائيلية هنا هو تدمير كامل للبنية التحتية وبشكل يعطل بشكل كامل منحي الحياة عدا أن منع المساعدات من الوصول إلى قطاع غزة هل يمكن أن توافق الولايات المتحدة على ذلك؟ أعتقد أننا سنرى بعض الضغط على إسرائيل المملكة والولايات المتحدة لتسمح وصول المياه والطعم ولكن ناس متأكد فيما يخص الكهرباء نعم نشكرك جزيلا شكر على مشاركتك معنا في هذا النقاش من واشنطن سيد ديفيد شينكر مساعد وزير الخارجي الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى سابقا شكرا جزيلا